اقتصادياً قال رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي قال إن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة كما أضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء أضاف أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه